كلامنا لسه متواصل عن كاس الأمم الأفريقية واستعدادات منتخب مصر لمباراة غانا وكمان أبرز المفاجآت لأنه بصراحة المفاجآت لا تنتهي يعني في الجولة الأولى لحد هذه اللحظة كان راح أبدفنا العزيز جداً لأستاذ محمود صابريا الناقض الرياضي صباح الهنى صباح الفل كلنا بندردش قبل الهواء محيبة دائما أتكلم مع ضيوف يعني قبل الهواء على طول وأستاذ محمود قلت حاجة عجبتني جداً قلت لي إحنا هنبقى عايشين في وهم لو فاكرين إن إحنا هنفضل على المستوى بتاع زمان أو تاريخ زمان ومش مؤمنين إن اللي حوالينا بيتطوروا بيروحوا الحتة تانية خالص ويمكن أبرز دليل على كلام حضرتك ده مباراة مباراة يعني خليني أبدأ مع حضرتك من هنا لا أنت لازم تبصي والنظرة دي ممكن اتأخرت شوية وكان المفروض تبقى من البطولة اللي فات يعني بطولة اللي فاتت أنت عملت فيها ريكورد وكاش حد أتوقعه وروحت لعبت النهاي وقصرت براكلات الترجيح أنت على مدار البطولة اللي فاتت رغم أن الناس انتقدت الأداء الدفاعي المبالغ فيه من جانب كارلس كوريشن نهاردة أنت بتتنضاري بطولاتنا هنبدأ وكأننا زي معنا كنت بدأتي بهزيمة من نيجيريا وبعد كده دينات تحولت تدريجيا دائما البطولات المجمعة البطولة طولت خلال البطولة البطولة طولة خلال البطولة لازم يكون عندك الإصرار والحماس لأنه دي بطولة مجمعة فأنت ببقى عندك هدف كمرحلة أولى إزاي تسعاد الصعود بقى هنا إيه؟ أنت طبعا المفاجأة في المجموعة اللي عندنا كان أداء كاب فردي والدم غانة الكبيرة ما عادش خلاص فيه كبير وصغير في الكورة خلاص يعني المسألة أصبحت إيه؟ التزام، روح، طموح، رغبة، قوة بدنية هاي دا شفت فرقة بتجري في الملعب الغاية الدية 90 زي؟ شفت حجم الإصرار بالسرعة، شفت أداءهم، شفت منتغب غنة المدجج بالنجوم والأسماء لم تعود الأسماء هي اللي بتخوف خلاص على أرض الواقع بيقولك إيه؟ انزل معي الملعب يعني أنا أتكلم في الإصدادات للصبح بس انزل معي الملعب لا أبني في الملعب سبك من الكلام دا والكلام الأديم خليك في دول الإنزل معي وريني روحك يعني إيه؟ وريني يعني قدرتك وطموحك وروحك القتالية عشان أحس أنك أنت أنا بواجه لا أنت أنا بواجه منطقة بمصر حاسب يعني أنت عملتها جميلة أرد عليك بتلاتة فأنت إيه؟ فأنت المسألة أبص على أخطأنا في مباراة اللي افتتحية من مزنبيق وكله رايح والدنيا هادية وهنكسب مزنبيق يا جماعة وانت بشغل بالك إن كنت وانت بتقرأ في الأسماء قيمة مزنبيق تلاقي إنه في ناس إيه اللاعب بتلعب في دوليات كويسة ده مهاجب بتاع أسبروتج نشبونة أو بتاعهم مصاب أو موقوف ملعبش مدافع مميز ملعبش شوف قدرات اللاعبة عملت إيه معك؟ شوف أنت في خمس دقائق خطفت ثلاث دقائق في الجولين يعني ثلاث دي لم يكن في المتوقع يعني أنت في حين إنك إنت تفننت في الشوت الأول بدل ما تستغلي الصدمة اللي أنت عملتها في أول دي هدف رائع جدا من صفحة محمد إن كنت تكملي وتخلص المتش وتبقى العابي بقى ده وروح صاحب اللاعبة خمسة وغير عشان أجواب ومش عاوز أدخل إيه عاوزين نطلع بقى بقى لش حكاته النبي عاوزين نبطل حكاته الطقص والمناخ لا الطقص والمناخ ده يتقال لفرق مش محترفة ومش متاخب مصر اللي مر بكل الأجواء تقريبا هل المشهد ده كله خلناه يا إما تاخد درس وتبني عليه وتكمل يا إما بقى أنت وإحنا أحدنا الدروس كفاية حايزين بقى نطبق لتعلمهم الدروس دلوقتي داخلة فيه زي ما بقوله ويمكن تصرحات لالة الدكتور أشرف صفحة مبارح تصرحات مهمة جدا ودعم الفريق وفعلا الدول عملت كل حاجة ده حقيق وقلنا الكلام ده قبل الخسارة أو تعادل يعني بالمناسبة وإيه كل لعب ينزل لعب خمس زي ما يعني ينزل زعلان لما تنزل في الخمس زي تثبت أنك أنت أحسن من اللي كان مهمة ما ترد يا سيدي يعني إحنا منتظرين منك إيه وبعدين المسألة يا إما بتدافع عن تاريخك وتاريخ البطل اللي هو يعني كان بياسود أفريقيا في فترة من الفترات يا إما ما بلاش نتكلم كلام مالوش معنا أنت النهاردة النهاردة البطولة بتشهد انقلاب على الكبار انقلاب على الكبار النهاردة مصطلحتك عجباني أويو أساس محمود يا والله حلوة خلين قول مش مباراة واحدة ولا تنين لأثبتت كده هي البطولة ثلاثا عنوانها الانقلاب على الكبار ما بقاش لها صاحب المجال أو هنشوف بقى في الجولة التانية الوضع هيبقى منه من انطلاقها يوم الخميس لكن إنت لما تيجي لما تيجي تبص على المشهد هتيجي لإن إيه مثلا مصر تعادل مع موزنبيق فتفجئك والوحد هو بيقولها بيقول خسارة بيقول خسارة من الموزنبيق وتعادل إيه ده تعادل بشق الأنفس ده هم هتجننه ده الصحفة بتاعتهم قالتلك كنا قريبين من الحلم